اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اليوم التليتة سبعة ايار الفين واربعة وعشرين اهلا وسهلا بالجميع مستمعي لبنان الحر مشاهدي فيسبوك لبنان الحر وطبعا برنامج جنجوم الظهر عبر لبنان الحر لغاية ساعة خمسة التلت المسيح قام حقا قام وطبعا نحن شهود على ذلك ان شاء الله العيد الجاي والقيامة اللي جاي مع انه مفروض بحياتنا يكون فيه كل يوم قيامة للسيد المسيح كل يوم نجدد حالنا حتى نقدر نستمر بشكل صحي اكين روحيا او نفسيا او فكريا يعني بالنتيجة ان شاء الله مع قيمة سيد المسيح السن الجاي بتكون ايامي حقا للبنان شو بتفهم يا غسان الرحباني صارت سنت الالفين وظبط البلد اكيد عم تحكي مرقعة وعم تغني مرقعة لانه انت عارف وقت عملت هيدا الاغنية انه صارت سنت الالفين وصارت سنت الالفين واربعة وعشرين وما زبط البلد مجددا اهلا وسهلا بالجميع والترحيب الشديد اللهجي هو بالفنان الشامل مغنى كاتب مسرحة مابعشو صاير معو عم بيقوم ويقوموا يقعد عالكرسة لقى الكرس بتاعلى بعد؟ اه مابع فيه ممكن جربه حلاص هاي الماكسيمون جربه هيدا الماكسيمون بلتك الفنان الشامل بيتخلي اذن الشبيبية ما فيك تستعمليها هيك الموزع الموزع هيدا اه اه بلشنا انت قلتلي انه بدنا نكون مسالمين هيدا الحلقة احتي بوقف ساعت البد اه ها يعني هالبقول هبدي بوقف انت انا بتركيه علي اه يعني وقت المنتي المد انا بمد مبدي شو يعني؟ اه لا بمد انا بوقف طيب انا قاف في المؤدمة انا غسان بستأذن ياريت بتعمل مقابلة مع غسلان الرحباني انت لا انا قصد انه يعني مثلا وفي شي انا بدي اقوله بعرف ما اوقف قبل ما حدا ينزعج وانا بركي ما بدي اياك توقف وخاصة ان احنا اتفقنا انا وياك انه بدك نقول انه شو على السياسة نوقف هاي دي الا فلسفة بدي احكي فيها اكيد 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 انه no comments على الفيسبوك no comments على اليوتيوب وفعلا وكان لك ما شقت انا جاد بقدرة بس بدي اقولك عن وقت بالمستقبل شو لازم يصير بالحياة نعم بطبيعة الحال بطبيعة الحال وتفعنا نكون هالقد مسالمين لانه في اشي كتير نحكيها في اشي كتير راقي نحكيها ما بدي نضل ساعتين تلاتة نحكي قليل وقلتله ونقصورة مين وبيدي دقس فين بين ادبان اه شو هيدا الصور هاوس عالين الصور ايه كي ما بتروحي بنقصورة مين هيدا شو بتقلو شو بدي قلو مش معقول هيدا الموضة الصور الموضة مش بس الصور الموضة بكل شي مش خير كمان ايه بكل شي مش خير بكل شي مش خير نميمة يعني ايه ايه انو شو بتحتي ويظهر واحد من المقابلة عنده مية عدو ايه صحيح هلا انت بلا جميلة الاعلان ايه مش بخلى حدا منشرة هلا مش اقول عندك اعداء بس عندك ناس ما بتحبك هلا متل كل حدا بس انت تحديدا بلوقت مخلق معي لا انت تحديدا في كتير فنانين عندهم تحفو ذلك مش 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 غلط نشوف ليش كل واحد منشوف له الكاتب احوه اه بتشوفه عالكلينيك خليجوا لعندي عالكلينيك اه مش تحت الهواء مش عالهواء لا منشوف كل واحد شوفوه طيب انا في ما جاهبنا نحكي اكيد نحكي المسيح قام حقا قام عيادنا المستمعين ومشاهدي الفيسبوك وطبعا بدي عيدك وان شاء الله يا رب مع قيامة لبنان السنة الجاية مع القيام لانه هلا اخلصنا هلا اخلصنا قطع العيد وبعدنا مش راوح مكانك عم نرجع لورا ان شاء الله سنت الجاي متفائل بالمستقبل القريب بوضع البلد يعني عادي ما بفكر فيها اذا بدي فكر فيها بتعب يعني بفضل انه انا اعتبر انه هلا هيدا هو الوضع اللي بدو يضل بالحياة وبيدي شوف كيف بدو راكليش حالي فيه بدون ما تكون لما قلوا لي هيا الجملة بقولها بقلوا لي اه يعني انت محبط وقلوا لي لا مش محبط بس انا قررت يعني انا من الجميع القررت عيش هون كل حياتي كيف ما كانت تكون طيب ما إذا بديك تعيش هون وبيديك لبنان يصير مثل دنمارك بديك تتعبه يعني ما رح يصير مثل ما رح يصير مثل انت تيركي كما عم تقولي سنتجين شاء الله ما رح يصير شي سنتجين بضندن نعم نستبقى الامور مثل ما يعني الاكسبدانس عشناها من وقت ما خلقنا انا وياكي مثل ما مبين القطع عشبك التزاكر ما بفتكر عكم في عجقة بالصالة بس بتعرف غسان بتعرف غسان ما بتعتبر انه ها بتعتير اللي عشناه من سنة الـ 75 ويمكن قبل من الـ 75 كان هيدا اذا بدك الطريق وخارطة الطريق للوصول لهون لها التسوي الكبيرة اللي بدا تصير تسويك في شرق الاوساط بابا عم بسألك عم بسألك يعني منحس الامور عم تتسارع يمكن لو كانت هاك بالـ 75 لو كانت بس يمكن هيدا خارطة الطريق تنوصل لهون منشان هاك انا بحس انا عندي امل بالبلد انا ما عملك ما عندي امل كنت عم بقليك انه الانسان لما بدي يكون وعز باللبنان وكون عقله كبير ما بده يحلم كتير يعني الحلم انه لبنان كي بده يسير بدنا نرجلش احلامنا بس انت فنان كيف ما بتحلم وكيف بترجلش احلامك وانت فنان حقيقي انت مانك فنان هاك كيف ما من عمر الـ 6 سنين انت فنان يا حياتي سؤال بقى كيف كيف ممكن ترجلش حلمك يعني رجلش انه الـ expectations يعني التوقع طبع لبنان مش الحلم انا بيشو بحلم سير كفا انا عم بحكي كمواطن لبناني يعني الناحية الانسانية مش الناحية الالهية الانسان بده بلبنان انت بتعرفه اكيد اللي عم بيسمعونا ومشوفونا بيعرفو اللي عم بقولو خلصة اللي عمرهم شوي فوق الـ 40 بتقولوا يعرفوا انه لبنان فيقروا منو system لما تحفظ شو system بتعيش مرتاحة وما بتقود تتفاجأ كتير بامور يعني ما بيقود فيه واو شو صار بصير تتعودي مثل واحد لما يقرب يكبر بالعمر يقرب على الموت بصير صحبة مع الموت بقى ما بيقود لا انا بتخيل اذا بدي موت بحصة صعبة بس يمكن لما ختير بصير محضر ما بعركة بتصير فيه شعور معي بصير واحد صحبة مع الموت تعرف شو؟ بصير اللي انت عم بتقوله قالوا الراحل ملحم بركات معي هون على الهوى قال لي الإنسان بس يكبر بيستيروا كل العالم متضيفي ومبسوط بحاله اي محوحة فيها نظرية فيها فيها نظرية وكل ما بحس حالي سعيدة اكتر وكل ما بحس حالي فيه نضوج اكتر وكل ما بحس حالي عم بشتغل على حالي اكتر انا متلك عم بحس حتى اذا سألوك سألوني بتحب ترجعي لـ لوين لوين لا عجد تحب ترجعي لـ 25 لـ 30 بقولوا لا حابة هلأ عمري كتير وحتى السنين بس تقدم ما بعرف بس حابة هاي المرحلة انا وإذا انت هيك يعني الكل هيك يعني انا عم حس شخصية متل عم تقولي انت مدري لا كل ما عم بيمرو السنين عم بروق انه ما عم بزعل بقى يعني عم بيخلف زعلة لأنه ما هي عم بيقلك ايها لأنه انت لما واحد يصير مخضرم ويصير يعرف انه مشاكل هي زيتة يعني مثلا كنا نتفاجأ مثلا بالـ 76 من الـ 80 الـ 85 انه كل ربيع بيعملوا شيء تمايرا يزدان لبنان بالصيفية طب هلأ اذا بدأ تصير كل ربيع تعودنا انه هلأ ما بقنا انه اه اوكي فهمنيها كل ربيع اكيد بدون يعملوها هيك سرنا نقول اول شي كنا نقول اف والله عم بيحترق دين لبنان بالصيفية هلأ ما بقنا نقول هيك خلان قول ايه مفهوم رح يعملوها اكيد لحتى ما يجي الناس على لبنان الاصدقاء والاعدم تبه مش الاعدم يعملوها حتى الاصدقاء الدول يعني بيحبونا بيفضلوا لبنان ما يمشي بالصيفية بقى هاي مثلا تعودنا ايه واحدة منه حتى انا عميت غنيب اجتانوا سبعة بيشرافكم حدا يحركش اجت الصيفية ولا بليز عملو شي انه عودتونا تعودنا ايه ايه موجود يعني بس وين اكتر شي تعودنا كنا بين ايه والله وين اكتر شي تعودنا بس وصلونا عجهنم شو بعد في ورا جهنم بس نصلونا بجهنم الله يسهل اللي نزلنا بجهنم ما مشين هيك لما تصير بجهنم بعد شو بدك تتفاجر شو ما هاي انا احكي نحن معنى مجازة ومعنى ايه يعني انه يعني وصلت الفكرة باعتقد انه يعني انا متل عم بقلك عن براول عن الحلم يعني انا ما بتوقع مثلا عن تيجي الكهرباء متل ما هي رح تضل اذا هيك عصدي ترتاحي اكتر يعني اذا اجت فليكن بس اذا ما اجت ما بتكوني انت عطول ما عندك سكرة وبالقلب لانه بدك تجي انا ما اعتبرها منها جاية وما رح تزفطه الجبر وما رح يضوي بالليل الترقاط وما رح يروح الفساد وما باحضر تليفزيون اذا هيك يعني ببلش انه انا اعمل بجقوله متل احمي حالي من ورا هالحاسيس كله بعيش مرتاح لانه انا عندي عم ولدي يعني ما بقى فاضي زبت البلد بدي شوف متل ما هو بدي اقدر عيش اتقلم معه بدي اقدر عيش فيه بدي اقدر عيش فيه وعيش عائلة عائلة عائشة كريمة بدون ما ظبت البلد بقى يعني من زمان كنت مسلا كنت طالع مسلا حد السفارة الامريكينية عاكر مسلا بتذكر واحد عم بقص سجرة حد بيته اتشرعت انا ويقالي ما بيخصك هاي قريبا عبيته كذا جبت وقته الفيوتشر والالبي سي والم تي في والجديد كلهم صوروه انا هالما اللي جديد عمانا هلما شفت جبل عم بيتهبط مو بقى تطلع مش سجرة لكن الفرق واي لانه راح اثمامك عغير مطرق مو بقى في اهم يعني لا يقسك من البيئة مسلا البيئة يعني معقول كل ما بده يصير فيه شو بشلوق فجأة بتولع الحراج انه يعني من زمانك نتعجب نتعجب انه لك الزعران هلو سنعرف هاو زعران ما بقى تعجب بقى منشان هيك عم بقول انا بقلولي اصحابي مثلا اللي عايشين برا مسلا ماشي حالهم وحبين يرجعوا بيسألوا لي مثلا شو رأي غصة نرجع بلهم ايه بس في مينو بدك ترجع واول شي ما بدك تقارن البلد اللي انت فيه بلبنان ما تقارن اذا بدك تقول انه لك نحنا عنا زفت بدك ترو بدك تجي لهون في نخوة الشعب في حرارة الناس في الحلو في التلويئة في الجبل في العشب في الصهر نسيت الارجيلة انا لا عم بدك ايش الحبة بحبة انا ها اوكي هاي بحطها مع الفساد بقى هيك بتعيش مبسوط بتركب راس احمر ببقى تحارب الفساد ما بتسأل ليش بدك تتزفت بطرقار ما بتسأل ليش ما فيه كهرباء وما بتحضر اخبار لانه في شي عم بحسو قابضين مصاري جامعة الاخبار بالابنين كلهم بيحكوك شي بتحضر شي تعمل ديبراشن تظهري عالطريق بالليل بحسي كأنه غير بلد يعني انه الاخبار اللي غير بلد كأنه وبظهر بالليل بيلاقي غير بلد لكن بقى انه الاخبار ما رح تتغير وفيه اجندة قابضين حقها لكن ما اسمها اخبار يعني هذا اللي عملته انا صار لي شي اتنعشر سينة ما باسمها اخبار وعم بلوس لما فتحت الاكاديمي ما بدك تعرف شو عم بصير ما نحنا فيه مفاجآات كتير كل ساعة فيه مفاجآة اصحابي عمل جروب انا اصحابي منتعشر واحد نحنا اصدقاء كل ما فيه واحد منهم متل خبر السريع بيخبرنا كل شي ومعرف منهم كل شي واحد صاحبنا مهرب سلم علي اسمه كوكو وكل شي بيصير بيعرف يعني متكأنه ازاعة ونحنا لما يبعث لنا دغني بنمحي يعني بنعرف تعودنا متل واحد هذي بتعرفي شغل ايه منيحة الانسان يكون متعود على الكتاستراف ما بيعود يتفاجأ ويموت بالقلب بشي يعني بيقول هلأ ممكن موت تتربوا بس انه فيه اوقات بيقولوا بتعرفي صار مشكل كبيرة ما تحمل هالانسان عمل بالقلب مثلا البنك واحد وعي لقى ما بق معه مصاري مات هلأ هيدا التمرين يلي ما مات بس إذا انت معيك مصاري وما متى هلأ تعودت عشيز زادة بقى بقى لهم للشباب اللي بدوا يجينا هون بدك هاك تعمل متمرها بقى لك بتعيش مرتاح لأنه فيك تشتغل وفيك تنبسط وانت بلدك اهمين هي متل ما هو بس ما بقى تسأل كتير قدى خسرت بالبنوكة ما مش قدى تحديدا يعني بس انه خسرت كتير ولا ازا بدك استبقت الامور انا مع معي كين مظبوط شي تاستبق بس بدي قليك يه انو انا كنت يعني سوري بس بيقولوا مصائب وقاومن عندا قاومن فوائد عندا قاومن فوائد وماذا؟ انا كن عندي لونز اتنين في منكين بيت الأكاديمي وباللبناني مدعومين من مصر في البنان كانوا من آخر اللونز يلي باللبناني ومدعومين من مصر في البنان وكان مبلغ كبير كتير كبير ما بتصدق قديش صرفت دولار وسكرتهم ما بتصدق قديش يعني مبلغ أنت أي مثلا تنحسب إذا بدنا قبل الثورة قبل الممنوكي ريعتلي مشكلة البنوكي كان مثلا إذا بدي سكروا بالدولار مثلا شيم مثلا خمسمائة ألف دولار تقفها الأد إي مثلا سكرتهم ثلاثة ألف دولار يعني لوت مش معقول ورقة يا نصير لا لكي وين لكي وين في أصحابي مثلا بالبزنس قولولي قلوا مثلا دولار هلأ ما سير خمسة عشرين عشر خمسة عشرين يقول لي روء روء ما هلأ سكر اللونز سكرهم لما سير خمسين أنا قلوا ما معقول يصير خمسين قلوا يبدو يصير خمسين وما تقبل ما تخلي البونك سكر لك إلا بعد الخمسين قلوا مش معقول لكن وين كنا قلوا مش معقول أنتم جنين خمسين سكر تهم على ثمانين تسعين مبروك نعم زمان وقفت الإكزاناكس يعني عمره ما يكون يعني أنا سيئبت عندي هود اللونز عطول مكسور هفتك كيف ارتحت ها هيدا الوقع يعني بالنتيجة من وقت انتبه من وقت صد قدر جمع يعني وقت ما خلصت اللونز وما بق حط مصارف بالبونك في تقصيد صحيح مثل الكل لأنه ما تكون خبثة ما بق حد يحط مصارف بالبونك وقت ارتحت صد عم بصوف أنه عم بقدر عيش أو لك اللبناني بيتعلم هلا أول عا آخر مش عم بيتعلم لحظة بيتعلم أنه يضاين بس ما بيتعلم من أغلاطه لأن بيرجع بيقع فيه من ذاته وهي مشكلتنا يعني ما معقول يعني أنه ما حلنا نتعلم أنه نحنا مثلا بلبنان ما بقى نأيد عقل نعز عم لأنه دايما بقولها بيخلفونا ببعضنا وبيروحوا بيتغدوا بالمطاعم مع بعضهم ما خلص ما بقى عقلكم يا عمي محلك تفهم محلك تكبار يعني مما بيتفع لك من الزعيم اللي بتلحقه بيتفع لك قصة أولادك بيتك أجار بيتفع لك أكلك ما هذا أنت بس بتتحمس كرميلو بتتخينق مع العالم بيصير لغضوط بعض وأنت بدك تقبع شوكك بإيدك وبدك تعيش أنت هيك صار معك عكسفال أكلنا إيه أنا 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 اتعلمت منها النقطة بس إذا منقول مثلا واحد مثلا بحزب معين والحزب عم بيساعده نص مصيبة بس إذا يعني يعني لحظة لحظة ما أتعمم لا أنا عم بقول إذا حزب ما عم بعمم لا ما يتعمم لا عم بأعطيكي إجزام تفهم الناس إذا واحد الحزب عم بيعيش أوكي بس إذا ما عم بتعيش بس إنت مناصر لإله وإنت بدك تقبع شوكك بإيدك روء روء يعني حتى الناس ما تقود تكره حتى تشتغل أكتر صحيح بدو روء الواحد صحيح إنه روء فكر يعني أنا أنا هلأ بإلك اللبناني أكيد صار يفكر للعشرة قبل ما يقول شي بس أو قد بفكر للإحدى عش ويرجع بيغلط مش بس انت مرات به المرخلة وقلت لك إيه ووقفت إيه حسيت ووقفت من هيك أنا رجعت له لا ليش علي ليش علي هلأ بيصر له مثلا تناعصوا بحركة أعمال تعرف إنه بيقولوا مثلا رئيس بري معي شرور أنا إذا هيك لا 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 عم تبعد أنت كنت موالي لتا كنت منتسب لك لا 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 مناصر أنا مناصر كنت مناصر مثل ما كنا كنا عبدة بالتسعة وطمين لش ميما طلع على الأسر لا في ناس ما طلع استبقت الأمور طيب خمسة وتسعين بالمية كانت واعية أكثر خمسة وتسعين بالمية من هلأ ما بقى يتيق أجا وكانوا فوق أقل من خمسة وتسعين إيه لأ خمسة وتسعين بالمية الشعب اللبناني اللي كان بالشرقية وما بقدر يقطع كان مكسور لبنان يعني كان فيه قطوة تماس بس غسان أنت استمرت غير أنه طلعت لا عم قليك من وقتك كانوا بلش ويرجعوا بعد إلا ورا شوي شوي إيه لازم نظلنا مناصرين لقضية من حب لبنان لأن يعني هلأ أنا كرحباني أنه أنا ربيان بطريقة أنه الحب لبنان اللي هو فخر الدين لبنان الدولة لبنان المؤسسات نحن فتنا وقداش بيكون عمره واحد وصغير بيكون مثل تلميذ الجامعة تعرفي تلميذ الجامعة برافو عليهم أنه بيتحدوا الدبابة بالصين الصورة ما بدسيها تتذكري بالصين في واحد تلميذ واقف الدبابة هاي صورة من 20 سنة هي سيمباليا بشعفيائي غسان بشعفيائي بقى هاي عم ببنك بعرف بقى بقى تركك بعرفك يا قلبي بعرفك لأ أنا طبعا قويت بتروح الفكرة من رأس صاري أنا بمسة دغري بقى هلأ عمر بقى هاي دي السانس فيجورية طبعا هالشاب اللي بيقف وجه الدبابة يعني هاي نفسي تلميذ الجامعة منيحة بس قويت بتخبس كمان يعني بيروح يعني بيفلوت فلتها بيكون بس أنه مندفع بس مندفع مطرح الغلط كلنا كنا هيك بعدين يمكن كانت الفكرة مزبوطة وهي تحورت حتى تغيرنا يمكن نحنا من الأول غلطاني في مئة طريقة يمكن واحد مثلا مثلا الوفاء أنا بحب لعندها المبادئ الحقيقة الوفاء لأني بحب لبنان من خلالها هلأ يمكن الأول هي غلطاني ومش عارف وتاني كان يمكن هي كانت بتغيرت منش نيك أنا غيرت فيش ألتين عطول بطبيعة الحال بطبيعة الحال نحنا قالنا عاكيد مش نحكي سي سيبرنا مش نفنة بس عبصح اللي بنبنية كيف يروقوا يلي مش طالع منه مش طالع له شي من الحزب يلي بيحبو يروح يشوف عائلتو كيف دوا يحيشها مين دفع يعني بسعني يعني بسعني بعرف انه في كتير بالحركة عايشين من هالحركة أنا معهم إذا عايشين فيها وعم بتسكرلكم مصاريفكم ضالكم تحزبوا بس إذا ما حدا طالع منه شي بعاد بس إنه بتحب عنا بعيد إنه أنا بحبه وبالسالون بتخينق أصحابي كرماله طيب أنت بالسالونات لما تتخينق كرمال حدا ومش طلق لك منه شي شو عم بيطلع لك من غير إنك عم بيكرهوك أصحابك طيب إذا عم بيحكي بالسانك شو قصديك يعني إذا أنت تنقل أنت ضد النجوء النزوح السوري مثلا وهذا السياسي عم بيحكي نظريتك عم بينقلك صوتك تمام بتكون أندي فران صرت أنا أندي فران أنا صرت أنا أنا صالي شي خمسة عشر سنة بأحز أنه وينما كنا بالسالونات شو ما كانوا عم بيحكوا مثلا 14 و 8 رأيان أو الممانعة أو الأمريكانية يعني الجو الأمريكاني أو جو الممانعة اللي ليحق 2 أنا بقعد هيك بحس حالي بحس حالي بيخ يعني بيخين خلص بيخين لك وين صرنا بعد عم تحكي أنه في مليونين نازع سوريا عشو بعد كنا عم تتخين خلص رؤوا يعني على القليل اللبناني منا ألمان إحنا منا شعب بيتحت بس ولو هي أكتر مرة أنا أم بيليك شعلي قد ما صار معنا قصص بها الحياة سنة نعرف مثلا أنه هذا المخطط سنة نعرف كيف يخواتيبه بس بينما بيعملوا لك شي جديد خلوقين بس حتى ما تعرف آخر سؤال حتى ننقر نحكي فن يعني الناس حين طب أقول لك الناس حين هذا شي جديد يعني إحنا تعودنا مثلا الوجود الفلسطيني سنة نعرف كيف لأنه من 2011 جديد لا يعني تأتأ يعني نحن جديد عكبر عكبر يعني مثلا بلشوا الفلسطينيين سنة نعرف أنه مثلا بالكمبات حطيهم بيظهروا ويتزعر عنه ويقفمنا يعني الريتم تبعهم كيف بس هذه النزوحة يعني أنا قدم أفكر هلأ وإرجاء عمل روكول وإستعمل الإكسperienصي من الخمسة والسبعين ما عمبار كيف بدي حل أو إذ بوصل لمرح حرب حرب مش أهلية حرب شعبان وصل لمرح حرب لأنه اليوان إذا ما بده توقف عنه المصاري ما عمبار يظهر إلا بالقوة والقوة نحن ما عرف إذا ما رح نربح ما عمبار ولا رح نخسر أو إنت أصير فكر أنه معقول تصير حرب عصابي فوتي قتلون بالمضا تهون باللد بتسكيكين بسريجيني مئة فكرة رفت كيف لأنه حرب كبيرة محساب ما عم بتفكر لا لحالي لحالي ما حتى لحالي لا عم بحكي عن النزوح بس هاي دي عن هاي المشكلة بليك لا هاي الوحيدة بتخوفني من نسبة لهويتة كالبناني بتخوفني خصوصاً سامي صعب بهالني صاحبة اللي عمل undo the damage you undo the damage you undo the damage صحيح كتير حلو بقى سامي متل ما بيفكر هو بفوف إنه مثلاً إنه عم بيقول هيك مرة إنه صرنا عم نقللهم للسوريين تريز عيرونا بلدنا هاي الكلمة بتخوف عم يروا عيرونا بلدنا إذا بتريده يعني مع أنه أنا يعني السوريين الأصدقاء عندي بسوريا مطرح بطبيعة الحال حتى السوريين أصحابهم دايقين من هود النسحين هم دايقين من حالهم إنه هوا اللي هون وبعدين دايماً بيقولوا مثلاً مين كل السيسي بيقولوا ياخي إنه إذا واحد كان مع النظام أو ضد النظام في مناطق مع النظام فيه رجع له واللي ضد النظام فيه رجع له في مناطق بسوريا يعني ياريت بيحلوا عنه أنا من نسبة إليه ديك مرة بقى سلامين سألوني إنه شو رأي إنه هل برأيك إنه الشباب عمانوا هالردد فعل أكيد معنهم حق أكيد لو بلا باسكال أو مع باسكال مفروض يصير شي نعم شو على الحكي نعم يعني هلوحيدة ما عم بقيلة حل ستعرف كل شي بلبنان ركب راس حمار قلتلك بس ستعرف أنا خلص هاي ما عم باعرف له صعب إعلانها نحللها على كل حال يا خبر اليوم بفلوس بكرة ببالاش مش هيك بيقوله اللبناني يعني حتى نختم هايك على اللبناني نختم عرف كيف نختم قعدتنا إذا بدك غسانة الرحباني ما تقول أنا في مواضيع ما بتفوت فيها لأنه حكيت فيها كتير أنت والإعلام كتير صوب عليها وصار فيها لعي كتير وما إلى حل أصلا ما بعرف إلى حل أو ما إلى حل الحل بقيتكن بس السلسام رادد عليك مجلس المؤلفين والملحنين شو بكي بل إننا مرح نحكي شو بكي ما هو رادد من كمي هؤل ما هو ما كان رادد يا وفا ما تتزاكي عليها ما بدي أحكي بالموضوع قلتلك لا لا غسان إلا مرح نجيب سيرة الكلمة هاي الكلمة وإذا رادد لا إنت ما قلتلي الكلمة وإذا رادد إلا ما بدنا نجيب سيرة وإذا رادد إلا إفتراق وإذا رادد ولا أساس إله من القانونية لا قصص لقلو إنه إنت عم تحكي إفترايط عن مجلس أنا شلك بالإعلام فكرك الدندليني لا لا غسان غسان وحياتك غسان غسان وحياتك ميسان ما فيه من الشعب الداني هلا في حرب بالجنوب في حركة الاختصاب هلا مي فاضي هذا الرد البيخ غسان آه غسان مي فاضي مي فاضي مليونين من الشعب اللبناني ما سمعين فيه هلا إنت عبد سري بس لحظة لحظة صغيرة إذا أعلميين عم يسمعونا إذا ناس بيعرفوا باستسام وباقوانين استسام عم يسمعونا بيقولوا غسان ووفاء عم يستهبونا ضروري نحكي عن موضوع ما بدينا نحكي فيه يعني إذا ما حكينا بموضوع ما نكون نحن هم نكزب عادة طب أنت ما بدي أحكي ما بدي أحكي وما بدي أحكي بإستسام أنا وما بدي أحكي برئيس السسام مبقى الدانج لينة بقوان في الوفاء ما بقى تقولي أساني هيدا ما بيفتح البان عن جارد وفاء ما تخلي إسعل عن نحن أصدقاء ما بقى تبلش أنا بدي أقولي يا حبيبة قلبي غيري الموضوع غيارته غيارته ما بقفيني هلأ شو باني حكي يا الله انت بديك نوصل انا بتحبي صر التعملي هالقصوص انه نوصل انه ولا بدي يفلي وزع لا 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 شو باكي على سلس راقي وما راقي الحديث اه واقفة صلي صعب إليك واقفة طيب هيدا الباية ما بدك تتعلق يا أختي ما بقى واقفة الباية ما بدك تتعلق واقفة ما بقى تقولي باية خطب خلاص باية يلا تيرز تيرز خلينا انا قلت بدي بلش الحلقة عن جد شو انا قلت باية لا بالسياسة ولا بالساسام ولا بتبلش الحلقة بايه الإيمان بدي بلش الحلقة وهلأ بدي بلشها مع السيد المسيح قديش بيعنيله لغسان مو فينا نطفاش عروقة تايخف الأدرناليين ندفع حلقة دي ماشرعلي دغلي بنصير بالسلام حطي برايك حطي غنية مثلا طالعين فيسبوك باستان حط أغاني اه ما بتحطه في فيسبوك لا لا ما في ملكية فكريه اللي انت قايم عليها طيب هل ملكية فكريه لحظة لحظة ايه نفذ طاقة 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 شو يلا قولي طاقة يلا عن جديد إنه إذا حكيت سلام بقلي طولة بالك علي لأنه مش قادر إذا حكيت ساسان كله بالأس لأ قليك شعلي لأنه إنت عم تحكي بموضوع تفقنا عملت ضغط ع تواقفه طب ديروق الإنسان ثماني روبو ايه طبعا طبعا بس إنت قلت كلمة ردت وبس هلأ إذا بتجرى تسمع المقابلة ردي كي بس غروفة لا رديت بكلمة وخلص طيب أوك معيك حق مش الحال أوكي طيب لأحد كان كانت القيامة وهلأ إحنا عم نعيش زمن القيامة وبهل إذا بدك الوضع اللي نحن عايشين فيه كيف بيفصل بيفصل حياة اللي عايش فيها غسان واللي فيها هموم هموم ع الكل يعني عن إيمان وعن السلام الداخلي يعني كيف فيك تعيش هيدا السلام الداخلي بيظل هيدا الأوضاع اللي عم نعيشها لليكن لم يكونو واحد عندو سلام داخلي شتكي غيارت صوت رقت لما يكون عندو واحد سلام داخلي ولأ أهضم ولا أهضم لما يكون عندو سلام داخلي واحد بي خليه داينا بيصيرو المشاكل كلها سنويا بس إن عيمانك بس يشتغل عليه السلام الداخلي وotsا سلام الداخلي أكيد بيكون شاغل إذا عندو سلام داخلي وشاغل إليه طيب أوكي وساكنك هيدا الشىء ومjudقيك هيداparable وهو سنة ظهريك بتصير تحس كل شي غين او بينحل او ما بقتعت اللي هم كتير بتصير شوفيه بعين صغيرة مشان هيك انا عم بحكيك انت الوقت انه شو ما كان بيتقانقوا عليا اللبنانية انا بشوفوا تافه لانه انا عندي عالم التاني اللي هو مع يسوع كتير حاضر عندي وكتير كل ما انا كل سنة عم بفوت بالعمق وتفاصيل وبستشير ستبقعد موارني وروم ووارني وناس بيشكوا من الكليروس وناس بينعدوا تشاكيفارا بالإكليروس وناس بورني فرستون في خوارنا في يعني رجال دين بيسترجوا يفكروا برات الموضوع بيسترجوا يسمعوا علينا نحنا المنشك يعني ما بيقلي انت بتشك زيحاني لا بتشك معك حقيقة شوف لك شو وفي التدين وفي ايمان في فرق بين التدين والايمان اي فستعرفهم كلهم هاو وزيادة صد فيه اشي كتير كنتفكر فيها طلع معي حق يعني I was wondering انا اذا بفكر هيك هيك انا غلطان طلعا مش غلطان بيش هو طلع معاك يعني مثلا انا ما بصوم ولا مر بحياتي انو بصير يقولوا اذا ما بتصوم مثلا الله بيقصصنا اول شي الله طبعا ما بنقول الله انا بقول الرب الاله ما بيقصصنا يعني انا بيخد اجزامل اذا انا مين انا انا الخاطئ الانسان الطبيعي شو ما عملوا ولادي رح سميحون شو ما عملوا ما فيني ما سميحون طب كيف بالاحرى الرب اللي هو كامل بيجي بقصص يعني اذا انا بدي خاف من الله الله اللي بيخوف ما بديه ما بديه اذا هيك هو ما بفهم الرب انا ما بديه لانو ديو و جاد و ديو هو مش الله هو الرب الاله بترجع بتبعو او الخالق الخالق اذا بديك الرب الاله لانو الانجين الكتب باليوناني فهن لما ترجمنا على العرب لقوا انو كلمة الله بس مش بزبوط انو هلا ما رح يزعلو ما يزعلو بس انو عم بقلك فيه اشياء مثل مثلا كان يقولو مثلا فيه اشواء اغلاط مثلا بالحياة صارت مثلا ما بقي ينتبه لها واحد مثل ما بيقول عدبة كليناكس عن شو ما كان او بيقول صحة لو كان التنورين صحيح كمان يعني نحنا هلا مش عمقول او النشيد الواطني لما كان مزور زاله مني عم نقول الحقيقة يعني طيب هلا كمان كلمة الله ما ما عقول حدا يقبل انو انا عم بقول ما نستعملها ما رح يقبل بس انا عم بقلك بالنهاية نحنا الرب الاله هو يسوع اوكي يلي هو عنده طبيعتين بشرية وإلهية هلا هو القاب والابن والروح الأدوس يعني بس ما قلت الله شفت كيف فمش ان هيك الترجمة من اليونانية صار فيها مغلطات كتير مثلا في مطرح بيقولوا انو ما تعتلوا هم لانو كل شعرة من رأسكن معدودة هيا مش هيك ايلا مش معدود ايلا مش هيك ايلا لا تسقط شعرة من رؤوسكم إلا كمان مش مزبوطة بقلك لا معناتها انت ما بقع عندك حرية تفكري بالحياة الله اسرك يعني الرب اسرك هو مش اسرك هو عطيك الحرية هو عم بيقول إلا بعلمي مش بيعادة اكيد لا تسقط شعرة من رؤوسكم إلا بعلمي بيعرف يعني بيعرف صحيح بس إذا بديك نحكي بعد من فقود بالإيمان نفوت في كتير قصة ثانية هلا صارت واضحة بحياتي وحلوة يخصوصا الاعدات اللي عم بيقولك عننا مثلا انو مثلا قوعة تعمل هيك بيزعل منك الرب حيشت بقى تخوفونا مثلا معايشين للشباب من عمرهم 14-13 لما يصير مثلا البنت بتصير مرأة والرجال بيبالي شير الرجال الصبي ما عايشينهم بسنتيمان دي كلفابيلتة تا يتجوز انو كل شي بتعمله إذا معجب ببنت وإنت إذا معجب بشاب انت عبتعملي خطايا هالكنيسة خطايا 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 وكيف بدك تطلع على السماء ولك يا خي لكن أنا إذا عجبت بتجلسة الآخر لكن شو خطيتي قدام عم بيعملوا إجرام شو بتعمل فيهم لهوديك اللي عم بيعملوا السياسيين عم بيقتلوا عالم قديش بتقول غسان في سواب وعقاب هون بهيدي على هيد الأرض أو بهيدا الكون آه على الأرض هون نحن بهيدا الكون قديش نحن عايشين نحن عايشين نحن عايشين نحن عايق بعضنا نحن بس أنا هودا بالنسبة اللي أنا ما فكر في هونتين لأنه أنا خلقت معاقب بحيدا بلبنين بتخلقي معاقبة بالأنتراج والبوان شو اللي انت عايش فيه وموقع الجغرافي تبعنا نحن بنخلق معاقبين لو كنا بأبروس أهين يعني أبروس صار مرة فيها حرب بـ 78 قصمت وخلص ما بق في شي يعني فكري يا بترجع هالأنيون أوروبيان كلها يا بتصير كلها تركية بس ما في شي تالت نحن مش مفهوم شو بدنا ما من هالمنطلق أنا كنت عم بقلك أنه الفكرة أنا أنا غسان لأنا نعم بسألك لأنه قلت أنه الله محبة مش معقولة يعيب ابنه آه هلأ عملكي يا ما في إلا في حب في محبة عطول من هيك عم قلك أنه العاطل كتير عرفت أنه أنه الكون يبتو أنه الكون ممكن يحاسب هلأ لكي أنا بحس قوات فيه شغلي غريبة الشكل في قوة معينة بحس أنه في حدا لما يكون كتير كتير أنه شرير بدل ينجح بحياته بيوصل للمطرح سبحان الله بقوله أنا أمي لكي لكي شو عمل بهايدا بلبنين لكي وين صار لكي صحته في شي سبحان الله بصير مثل مثلا من زمان يوري جاقارين يلي أول واحد طار في برات الأرض بالعاتحاد السوفيتي هو برع بحول الأرض ما وصل على الأمر شي إنه نزل غطه واستقبلوه عملوه هون هو كان عن جد كان إيرو يعني كان بطل وطني كبير إيرو ناسيونال شي إنه في جير الطاصة عم بيعلنوا حديث بيقوله شو حسيت شو شفت قالوا والله برامد ما شفت الله هلأ شوف كيف روبوا جوجل كيف مات يعني ما عملك عقبوا في شي بلانس في بلانس في بلانس بالحياة يعني اللي بيقول ما في عدالة بهدنا أنا بقول مغلا في عدالة بس أنا بقول بره يعني بعدين بالحياة يسوع ما عنده عدالة يسوع لأنه منه عم بحيكم يكون عنده عدالة يعني عادة بالانجيل غسان بس يقول الأباء يأكلون الحصرهم والأبناء يدرسون هلأ هي إلى أكثر من تفسير أنا حسما أنا بشوف يعني ولكن بهيدا إنه أوقات يعاقبون لعنة الكون بتمت على أجيال ممكن على الولاد ممكن على ولاد الولاد يعني أنا بحس إنه في عقاب هون بهيدا الكون الكون بعيدا قبل ما تنتقلي هون في بالانس على الأرض أنا كمان بحس إنه الدروس بما كان معهم حق بالتقمص ما بيروح من راسي ما بيروح من راسي ما بعرف لأنه عندي يعني بشوف قصص بالنسبة بإلي بحس أوقات فيه فيه شي مزبوط هالفكرة عليك الحال غسان رح باني أول قصم انتهى من برنامجنا وطالما عم نحكي عن الإيمان وعم نحكي عن يسوع المسيح أنت اللي لعبت دور يهوذة بيوقامها في اليوم الثالث نحكي شوي عن يهوذة مجدداً أهلاً وسهلاً بالجميع مشاهدي فيسبوك مستمعي لبنان الحر طبعاً اللي عم بي هني أوفية للإزاعة وأوفية لبرنامج نجوم الظهر ألف تحية لألكن وأوفى التحيات لألكن وطبعاً الترحيب الكبير برحبه بالفنان غسان الرحباني هذا الصديق الصدوق اللي هلقات صريح هلقات حقيقي واللي أنا أكون كتير سعيدة بس كون معي بقلب الستوديو أنا كمان أحسن غسان أهلاً وسهلاً مجدداً بنجوم الظهر لقائنا لغاية ساعة خمسة إلى ثلث يلا هلت لنشوف غسان رحباني بالجزء الأول من جوم الظهر كنا عم نحكي عن الإيمان وعم نحكي عن السباب والعقاب وعم نحكي عن معيقبة الكون وعم نحكينا بأمور وعن الفرق بين التديهم والإيمان اللي فيه بياناتهم شعرة وكنا عم نحكي عن السلام الداخلي وكنت عم بتقلي هلأ تحت الهواء قلتلي شغلة كتير مهضومة بشغلة مصبوطة يعني مش إنه عم تنكت كانت إنه أنت تعلمت هيك إنك تكون رايق وتعلمت إنه هيك إذا بدك ما تنفعل بسرعة إلا ببعض الأمور اللي الواحد ما فيه إلا ما ينفعل فيها بالأضايا الكبيرة بالأضايا الكبيرة بس بالإجمال أنت رايق من ورا الفوركاتس بقى كيف صارت هالأمور كيف صارت هالشغلة يعني مش بقصدن الصبايا يعني عم بقول بشكرن من ورا مشاكلن يعني بمرسي إنه عملوا المشاكل خلوك تصير هادئ يعني أنا دائما بقول ليش صرت بتحمل كل المشاكل بالبزنس من وراهم من حيثوا لا يدرون يعني واحد مع أربع صبايا من السبعة وتسعين للألفان واثنعش وكل مشاكلن وتغيراتن طب هالآن كان عندهم تغيرات فمناها بس إنه هاي شغلة طبيعية لا مش طبيعية ما هو التغيرات من ورا المشاكل لا مش طبيعية طبيعية ضلوا طبيعية مايفلوا أنا رحت عغير مطرخ ايه ما كلمة بيفلوا يعني في مشكلة كبيرة أنا اختصرة إنه ما عنداش وقت بزي تروح عالجامعة بس ومن هانونتا لأ سبت أنا روء 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 وكانوا يعملوا مشاكل وقتا كانوا موجودين في منهم ايه مشكلن في منهم ايه يعني كريزة مع بعضن في أوقات نسوين ايه تصير بس طبيعية هاي المشاكل إنه والفل وما الفل لا لك شغلة هي مشكلة إنه كانت كتير حصرون إنت لا 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 مش حصر شي أنا رابقلك يا إنه لا مخص مش مشكلة معي مش معي مش معي المشكلة مش معي مع حيلة هي المشكلة مع حيلة المرة اه يعني كدقلك أفكار لما وحد يوقفني ده 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 وان بنسق اه يعني هي المشكلة بتصير إنه بيكون وحد مثلا عنده مقومات جمال وعنده دينة من هم بيأخدو هلأ منسقلوني بتعمل فرقة إذا بناعمل فرقة بعملها بس بديو يغنو كتير منيح من بعد الأكاديمية ما بقسم على حال يكون موسط أنا عبعلم الناس أصول المغنى وأصول الموسيقى غير وضع صب بس من زمان عنده شكل وعنده مقومات يعني خارجية وعنده صوت دينة موسيقية بيأخدها بس هاي بتكون أوقات مش مستوع بالشهرة هيدا غير وضع يعني أنت حلوة بس ما تش مستوع بالشهرة هون بتبلش المشاكل يعني بيفوت واحد لعندي إنه البدية بهذا السيدي بس لما إذا قفولها وتعمل مصاري تاني سيدي بتصير بلا تعلمني شو بدي أقلف بس لهم بس لهم يشيروا لأ ما إليك حق إيونا مبلع أنا صرت أفهم لأ في كتير مشاكل غيرها بس أنا أنا أقول لهم تانكيو لأنني نحسوا نقدرون عملوني إنسان تطويل البال كتير بالمشاكل مش بالمساعدة مش بالسواقة عم بحكي بالمشاكل الكبيرة مش إنه أنا صرت رائق بكل شي لأ بس بالمشاكل الكبيرة الدعاوة مشاكل أمراض حتى صرت طويل البال بكل شي الحياة إذا خطيتك داون من وراها صرت طويل البال ترجع قاب عندما كنت عمل ديبريسون ما عرف كيف بدي خلصت داون كتير رائق مع الناحية مارسي كتير خيش وحلو خيش وحلو ديما بالحقيقة عنده تريجر بيخلي يكبر عقله ويروق كان هيدا التريجر ربا ضارة نافعة مئة بالمئة يعني عطول طيب بدي أرجع كنا بدنا نحكي خطأت الجزء الجزء الأول حكينا عن الإيمان بدي أحكي عن يهوذة وإنت اللي جسدت شخصية يهوذة بمسرحية وقامة في اليوم الثالث كيف بينظر غسانة الرحباني ليهوذة يهوذة هو ببنى نظر أنا بدي أقني بالإنجيل يعني مش مشكلة بالإنجيل مش كلمة كلمة بديك تفهميه لأنه هو الإنجيل ترجم مش بس مترجم حتى لما متوا لو أو مرقص ويحنا كتبوه ما كتبينه فكرة لا يوصل لهلأ لألفين سنة إني عم بيكتبوه ليقنعوا الجماعة مثلا لما واحد يعمل زعيم خطاب ويقنع جماعته هلأ 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 يمكن في خطاب عمله ويضل لألفين سنة بس مرح هو مش عارف يعني متى أول شي عم يتواجه لليهود بدي يحيون بطريقة انه ما تخافوا من العهد القديم نحنا بلأ لحن ضل معنا تيقدروا يسمعوا إذا قالوا العهد القديم مرفوض ما بيسمعوا بديوا يمشي كيف لبسينة بتاعتيلها تجي شوي ما فيه تجعل بسينة بتهرب فهو يعملون هيك يعني هاتطريقة انه خدوا العهد القديم مع كل حق بس اسمعوا شو حلو الجديد لان اذا ما قالوا هيك ما بيسمعوا بينما لؤة ما شايفوا لليسوع ومرقص تعلموا بطرس ما بيعرفوا لليسوع يوحنا كان غير شي يوحنا كان عم بيضرب على بس يسوع بدون ما يسير اليهود يكلوا واحد شي بس هايدي بيقولولا لكان خبرة إيمان يعني هني عم بيجدوا ومش بالكلمة يعني مش حرفيا تلحقين يعني هي في خبرة يعني مثلا ما يقول كان فيه روح نجسة بواحد وشيلا ياسوع المنزل بالخنزير وكبوح عنهم هاي دا سانس فيجوري يعني هاي دا مش انه في خنزير وفي مش مزبوطة مثلا هيك الأمور في أوقات كتبوا قصص هني خبرة إيمان يعني تصوروا أمور يعني هيك بالمعقول تكون قريبة بس هي بدك تفهمها بين الأسطر مش بي أنا بيسأل الكهنة والأصحاب الأخواني مثلا لهم بيقولوا لي هاي دا مش كلمة كلمة ما في إني مش كلمة كلمة ما تفهمها بدك أنت تفهمها شو معناتها يعني يهوزة أنا بديقني بالإنجيل بقولوا وكانوا التلاميذ اسمهم اندراوس في ديب ويهوزة الخان يلي خائن مي أعطي مي أقلك ليش عم تقلي إنه عنك رأيك قبل ما أنا فكر فيه زوخين لي أعطي طين نعت هيدا قبل ما تقلي شو مثل أنا بقلك اسمعي غنيتة شو حلوة لأ اسمعي غنيتة بركي مش حلوة طحيح بقى يهوزة أنا بقول هو معطر بمناحية وبذات الوقت معه حق بشغلة إنه يهوزة كان شايف إنه يسوع هو مخلص أفقي مش عمودة مش عمودة ما حدا منهم كان فهمين إنه هو عمودة كلهم مش فهمينين ومش بصدقين حتى اليهود كانوا فكرينه وقائد وملك مثل ما قلت ما غوذي أعدائه بس أصحابه مش ميش حتى مش مش مصدقين يعني كل ما يعمل عجيب يقوله من هو هذا الذي يستجيب له من درشو البحر لما روق البحر من هو هيدا ولو ما صاروا معكم سنتين بعد مش مصدقين أوكي فيهوزة بمكان ما كنت عم بقلك إنه عم تقلي معطر بمطرح لأنه يهوزة كان محمس إنه هو قائد أفقي وهو يعني يقيل له لياسوع إنه أنا بد منك يلا نعمل ثورة تنشيل الرومان يعني عقله بمطرح يسوع عقله بمطرح مش نيك يسوع بيقول مملكتي ليست من هذا العالم أنتوا هم تهتموا بالرومان وكذا أنا عم بيكمل غير شي هيدا اللفل عم يحكي عنه يسوع ما حدا من التلميس كان وصله غير من بعد ما يعني بعد 30 سنين بتروس بلش يصلي بعدين مخطير تومة لأنه إنجيل تومة مهم جدا 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 وبيحكي بروحانية سيد يسوع المسيح تومة بيمتاز بشغلي إنه خلى يسوع يعني بالشكل ما قاله خلى يسوع يحكي لو ما تومة عمل هذا الشك في يسوع مطرح هو تجلى يسوع من وراء تومة قاله انطوبة للذين هآمنوا لو ما تومة عملها ما إلا يسوع عني وعنك صح يعني خلى تومة استدرج يسوع إنه استدرج يسوع إنه يقول شي بعضه لليوم يعني دائماً أوقات بيعملوا شي تلميزو بيخلوا يسوع يطلع بفكرة كي ما قاله لو ما منهم فضيعين بالإشياء هلأ يا هوزا لكي بدنا نعتبت شغل يا بدنا نزعله مننا الناس يسوع ما عارف إنه جاي ينصلب بالحياة سمعيني رؤي يسوع لو جاي ينصلب من وقت ما خلق عارف يعني هيا مسرحية بتبلش هيك فيها كذا كذا يعني ما في مش ما هقول كون مسرحية مدروسة يعني ما في حرية لا لا إله وللا إلنا صار دينا مش حر صار إنه في قصة بلشت المسرحية طفت ضعو يلا خلق يسوع صار نجار كذا هون هلأ بديموت هلأ الصليب كذا تبليه بقول ولا قد تم المكتوب لا ما شفت لو لو بتسمعيني مزبوط بتحس إن جوابتك على سؤالتك اللي كلهم هلأ عم بيسألوها أكيد رؤوا يسوع كان بلشت الدعوة بالثلاثين بده بلش يعلون حاله مزبوط أعلن حاله وبلش يحكي ويجيب تلميزه وبلش يحكي ويجيبهم لعنده طي خبرون يسوع لما بلش يحكي ما عارف إنه جاي يموت ما بده يموت والدليل بالإنجيل عم بحكيك من الإنجيل كذا مر يقولوا مثلا لما شف العازر قاموا على اليهود والأحبار واليهود والفريسيين لما أطاب اليهود إيه لما شالوا من الموت إيجوا بدون يلقطوه فتوارع عن الأنظار ما عطاره بقوله وراح بالغابات لو هو بده يموت كنت سلم هو ما بده بس ما كان وقته خلينا نقولك كيف هو مش عير هو عم جارب يهرب مثل الإنسان لأسنان طبعيك لما يصير في مشكلة بتزيحي مش إنه دغري إطعه قوسني لأ بتزيحي إذا في فرد عم بيقوسي بتزيحي يسوع خلينا نكفي لك الفكرة كله غسان كله موقت خلينا نقولك شو معناتها معناتها أنه يسوع لما كان عم بيهرب ما بده يموت يعني هو مش عارف أنه يحيصن على الصلب بس لما إنسان يبلش يحس أنت بتحسي مثلا أنه يا أخي أنا حسي حالي حرة وأنا رح أوصل عيش للثمانين تسعين سنة وأنا مبسوطة بس لما تحسي أنه جيرانك بلش يعمل أولهم عم تسمعي كل يوم بالتاني أنه يخي عم يقولوا عني لكن تبهي وفاق هائطن هولي بده يعملوا لك مشكلة أن تطلع بالأسانسار بتبلش تحسي آه لكن تتخيل لأنه أنا معقول موت لما أقول يسوع لم تأتي ساعتي بعد بالآخر أنه أو ابن الإنسان سيصير معكم أنا مش بقي معكم لكثير هيا لما أدن فردون رح بعيد الشبه بعدين رح أهدم هيدا الهيكل وابنيه بثلاث سنة هوني خلاص كان عارف بس أنا عبقول مثلا بعيد الشبه رياض سلامي يعني كان هو حاكم مصرف لبنان وبالنسبة إله هو رح يضل مصرف لبنان أو رح يضل مرتاح بحياته من هلأ لا يموت لما بلش يسمع أخبار أنه هائطن الدولة يعني محور الممانعة والأمريكان جايين عليك وإنت ما رح تقدر وكذا بلش يتبع كل إنسان عنده تبريد يقول آه لكن أنا هائطن ما تنسى هو إنسان وإله طبيعتين ما خليني يقولك بس الفكرة يعني الإنسان مثل رياض سلامي همرجع أقول مثلا كان تفكر ما عنده خطر ع حياته بس أد ما أجي أخبار أنه هائطن بديو إطلال بلش يقول بلش يقول أنه أنا رح موت مثلا أنا أو رح يقيلوني يعني يسوع نفس الشي لما بلش يسمع أنه أد ما بدن الفرسيين واليهود يقتلوه قال أنه أنا ها يقتنر رح أقلر كنت شغليه أنا مني باقي معكم كثير خلص عرف بس مش من أول عمره 30 عارف إنه مش باقي معكم كثير مش نيك بتشوفي بالإنجيل ما إيلون من الأول هاو الجمال إيلون بالآخر وصل وانس إيلون وانس إيلون وانس إيلون وانس إيلون صار نجبر يفرجيه أنه أنا الحقيقة بقدر أرجع أقوم بس أنا ما كنت بدي يفرجيكم لأن ياسوع ما بحياته بحياته استعمل أوتو لمصلحته الشخصية كان يستعمل أوتو لمصلحة الغير بس أنا هون استعمل أوتو إنجبر لما أصلي بدي قلقين أنا أصلي بس كنت حقيبة ما فرجيكم تصدقوني من وراء حكي مش من وراء عجيبة والنحية إلي هي مظبوط طبعه شي والنحية الإنسينية شي وصلت فكرة غسان وهون بدي نوتا باني يعني مرة من زمان نحنا نحنا عن الأب خواند أنا وزملاء لقلي عنده هيدي الوجهة النظر يعني يبدو أنه في أكتر وجهة نظر حول هيدا الموضوع بيقول أنه لو المسيح ما لقطوه صلبوه كان مات ميتة ربوه هو بس نحنا الأب خواند أنا ما ما أناعني ويعني ما اقتنعت ما اقتنعت بحديثه وهلأ أنا مش من هيدي وجهة النظر اتبع أنا عم بقلك شي بس مش دوروكم مقتنع فيه بس عملك شو عم بيحكوا شو عمين حكى الناس فإذا تصوب على الموضوع أنت مش مقتنع بلا مش عمول مش مقتنع بس أنا أتفكر فيها أنا واردة لكن ما بدي يكون واحد بورنا طبيعي ما نكون بورنا لحتى ما نخزل بالحياة أكيد أكيد بركي فيه شي طبيعا كنا عم حكي عن يهوزة يهوزة لكان لكن إذا هو مش مدروس مش موقت ما خلق يهوزة شغلته كان يوصل لهون أنا أتفكر يهوزة كان بده يسوع يربح عن الرومان بده يربح عن الرومان يربح يعني بده يسوع يعمل حرب عن الرومان وهو لما راح حكيو هو ما يعرف إنه بده يسلمه طين صلب لأنه ثلاثين من الفضة ما بتعمل شي للإنسان ما أنا سروة يعني ما بتحرس ثلاثين من الفضة يسلم فيها يسوع وصلت وصلت يعني لما هو ليش أنا أحيله لأنه هو زعل 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 أنه أنا أو راح إلى عنده كهب المصريات وقالوا يا خي أنا ما عم بعملكون تقتلو كنتوا قلتولي بس بيكون تحققوا معه هاي النقطة ما بدي نشوفوه يعني يهوزا يهوزا كمان أنا بحس رهي هلقات مظلوم 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 يهوزا صحيح وكان أكتر واحد مثقف هيك الحصة الشخصية أنت بيوقامه في يوم الثالث إنه إحنا عملنا هاي الكاركتير مظبور يسوع لا إحنا بسمنا يهوزا إنه كيف سلمه بس ندم لأن قالهم أنا ما بدي تقتلو أنا فكرت بتكون يهي تحققوا معه لأنه ما عم بقدر يحققوا معه حتى صحيح يهو بس يشوفوه بالمجامع على الطرقات طب إجو بدنا نعمل معه تحقيق يخي نشوف كيف عقلته لأنه نيكوديموس صار من كهنة من اليهوز صار تلميزه يعني حتى نيكوديموس وصغيره بدنا نيقتنعه فيه طب هاي طعق حكينا هيك يلولو بيقولولو كمان كاجلتي يعني كيف بيقولوها بالعربي ما بعرف مش جاي الكلمة على رأسي غسان الرحباني بدنا نحكي عن الأكاديمي داي صارو كم واحدة وبدنا نحكي عن البلمانت تم افتتاحها بالبلمانت بقى بنحكي عن هيدا الموضوع وهيدا المشروع الكتير كبير واللي ماشي فيه انت بتأني واللي معلق أمال كتير عليه وبطبيعة الحال على هالجيل الجديد اللي يهوى الموسيقى واللي مضبوط ولا لأ ها لأ كيد الجيل الجديد يعني لأهل اللي من عمري وعمريك أنا غير غير أهلي وأهلك يعني أهل من عمري وعمريك صاروا بالنسبة إنه الموسيقى هي تصمصت متل الأكل والشرب صح قبل الأكتيفيتات تانيين صحيح يعني قبل السبار وقبل الرسم ووشيز منيح طبع نحنا الشعوب كلها المتمدنة يعني تصوري بإلمانيا إذا واحد بدي فوت لجوء أول شي بفوت لجوء أهيا شي يعطوه جنسية إذا موسيقى مش رسام لأنه بالموسيقى عم تحكي لغة عالمية ما بينشاف هذا شعور فمشين هيك نحنا لما بالش اللبنانية يحسوا إنه الموسيقى مهمة لأولادهم أولوية يعني بتصير إنه برافو ليون يعني لأنه لأنه أولادنا نحنا كمان عصيروا أكتر متعليم بالموسيقى كل الجيل عم بصير هيك هلأ نحنا ما كنا عم نحكي بالأول كيف بدك تقييش عيشة كريمة بلبنان بدك تلاقي فتوى أنا إنه انتر مغني بيسوا فرنج كحتة زبال يجي أنا بدي انترو تعطيه كلام ولحن تقييشني فاشر براقبته خلينا نحمله هادي زيح نصف ترى من أنا وصغير ما عنديها كنت دايما نقول أنا لا هيدا اللي ترا هالنورة هيدا بدي أنا أعملوا إنه تدحك علي أنه أنت بتجنن وكذا هوا كلمات والحين تا يعطيلي مصاري ليه الغيطة هلا اللي بدو يجي لعندي أنا غير شي أصحب أصحاب أنو يا في ناس هلا تصاروا بصوات حلوة بدو يجيوا أنا كثير بحب أشتغلهم بس إنه واحد أنا كثير ما عارفوا إنه هيدا وليك ما بيعرفوا كلمة ستوديو يعني أنا وشفت بي قد تعذب مع الناس إلي تري ناس ما قالهم معنا لأنه بدو يعيشنا حرام وليس جمين آدمي وما بيعمل حفلات من شان هيك من 2013 بلشت إليه بنا نعمل الكونسيرات الكبيرة اللي أنت بتحلم فيها وأنا بدرلك إيها يعني أنا بجيب لك الموسيقية أنا بجيب لك الكونترا بجيب لك الاتفاق من بره كان هو ضد الكونترا ما يحب الوراق وما يحب أنه يمضي على البركة لا أنا أجيب له الاتفاق يعني مع بلد أنا بجيب لك أنه يقبله ويدفعه منيح وأنت بتحب هيدا الشي أنك تعمل الكونترا هيدا حلمك رح عامل لك إيه يعني ثلنا أنا وجاد نشتغل بهذا الموضوع وهو يصار ينبسط كل حفل ينبسط ينبسط وصار يطلع مسار ويحب الكونترا لا مش هون خاص أنا عم بقول له أنا مش أنا قصلي الكونترا على الوراق قصلي هون أنا عم بقول لك الاتفاق مع هالدولة والاتفاق مع هالدولة طيب بس ما الاتفاق بدو كونترا هو ما عم بيتعاطي أنا عم بمضر هو بس بيشوف مرة قال لي يعني عملنا حفل ديت بلشنا 2013-14-15 وفي هالفترة كان عنا تبرين بستوديو بنعمل نحن سبع تمارينات مع الأوكاسة الكبيرة قبل ما نروح على الحفلة لأن نحن منحب خواتم الغنية ما تقلص بالخاتمة ولا غلطة لكن شو ما تعمل بالنصر غنية ناس قبليني بس إذا غلطت بالآخر يقول ليك غلط بالفنال آخر ضربة وبعدين نحن أغانينا مانو أنه تاخد شرقية في أغاني بيخلوا تت 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 صحيح مش إنه لما تغلط تت تت زواق العمل لحاله بيقولوا عنك أنديك مش حمار بالموسيقى ونحن مسلفين العالم إنه رب بالموسيقى ما هيك بقى فينا النغلط مش إنهيك سبع التمرينات مع الأوركستر الليها ولو بيقرونوت انا عم بظبطن هيك فقالين باي 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 الشباب. بيجي الباب بيفوت بسكّل الباب. بقلي. بابا بديقلك يا ابني بديقلك شغلي. عم جاد بديقلك تان كيو. ما عم بعرف كيف. عم تجي هالفرقة. عم نسافر. عم نتفوت بالأوتيل. نجي عالطيارة. نرجع عالبنان. نقبض مصاري. ما عم بفهم كلهم. هودة كيف عم بصيروا. قلت له انت شفتها حقيقي بقلبي. انت رتاح. ومخليك هيك. انا عم بعمل لك كل شي. قلي. وعن جاد ما يسي. ما ع نصير فيه اتفاق. لا عم نسافر. يعني أنا خليته يحب لشي اللي بيحبه. يعني يعمل لشي اللي بيحبه. لانه كل حلمه. كان يقيد الأوركسترا. ويفرج أغني. يعني ألحانه. بدون ما يعوز مطرب. آخر في آخر سنين ما عادي يعوز حدا. هيدا اللي عملته أنا. بس أنا اللي بتعلم من كي صغيري. عملته من أنا وصغير. لما شفتوا قداءة عم يتعذب. قلت أنا ما بدي. منشان ايك أنا غنيت. لانه في الكوني اللي بيعملوا أنا. بدي ما أنا روح دق ورا حدا. بدي بدي راضاتها ما يزعل مني. صورت أنا اللي بغني وبيدي راضة حالي. وأنا بيدفعولي حفلتي. مش إنو حدا بدي يكون انترميديار بيني وبين الناس. أنا انترمي. أنا الفرانتمن. أنا. أنا فتكيف. مش إناك أنا ورا العذاب. مش إناك كمان. اطلع بأفكار بزنس. نحنا قلال بالعين اللي عملوا بزنس موسيقى. مش بس بلحن لغيري. بزنس يعني. بزنس. يعني. موقفنا بزنس. ما بدنا نستقبل حدا. ما أنا جاي نشم ريحتهم. ما بيحطوا في الناس. ما بيح ريحتهم. ريحتهم. مش ريحتهم يعني الصيت. لا. عم تحكي عفليني. ايه. فيزيك فيزيك. ريحة. حمام عم نحكي. ما بقى مستعدين شي مرويح بستوديو. أنا جاد أو سيدي كتير. من الضضافة وهالأمور والترتيب. هايدي شغلة سائلة خطرة يعني. من خبسة عشر سنة بلشنا. مش قصة الرويح. شغلة إن التحكية بهالطريقة يعني. طبعا. هلات شرحة. ايه. من زمان. ما قلنا عن مين. ما عم نحكي بالمطلق. الإنسان في ناس ما ما فكري حال ما عم نحكي حال. نضعف ما نضعف. أنا بقني. وتجي تقلولي يا ابني بس. يا ليت تحدي ودرانه. ما قلت لك فيكت وليها. لا. هاي بتجرحي. بلنا نتحمله شهر شهرين عم بيعمل أغاني كتير يمكن. أنا وجاد وباي حتى قرران أخيي سكرها استوديو. نحطيني بقى معرفة مين. بس من وراء الرويح سكرها استوديو. لا. لا في كتير. لا. أنا. 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 بالنسبة لي الريحة أهم من كل شي. بس لا. همني مش هيك. إنه صار فيه أخيي. جاد عم ب وقته يسجل للناس. بس كيف هلأ هم هون الصوت. بس جاد عنده أشياء بيقلفة. طب بديو يشتروا تقليفات. ومعد معه وقت. جبنا فترة مهان تصين صوت. بعدين لقينا إنه خيي. هالوصخ. وهالأكل والحمة مات. وكذا. ما بدنا. ما بدنا. ما بدنا. بغض النظر إذا ما نحبهن أو لا. ما بدنا هالحالة. مل كان واحد بأوتيل بنا نتحمله وننظف ورا. هاي الأمور بستوديو وخففنيها. وصرنا نشتغل أنا شغلي وباي شغلي وجاد شغلي. لأن نحنا شغل بكافينا. حاجة كثير عنا. بشغلنا. بقى مش فاضين نأجر استوديو لحدا إلا سننا نعرف مثلا بيجوا مثل من النورسات أو خوارني أو ترتيب بديجوا نبسط نفتح استوديو. يسجلوا لبالدنيا. يجي حدا معروف مثلا من زمان وديع الصاف يسجل عنا. أمور يعني فتاكيب بنحب الأمبس. مش بما كان يجي. أي أغنية يسجل. روح يا زمان الماضي. هدي كلمات أحيان بي. هاي عملها عكبر. صار. عنها. ومسلا الملحم بركات كان يجي. غسطان صليبة بيجي. يعني من حب الناس اللي عارف حيلو خيي مين هو. مش عم بفتش بعد مين هو يعني. أنا ما بعرف شو الحضارة. جاءت كي تشوف الحضارة في استوديو الياسر عمي. لا خيي. روح تعال. خلص صغلك بحياتك. تعلموا. تعال عنا خالص. متل بناتي هالك شو عم نفوت. أكونات. بأولادي هالقبال شو يكبروا. بقال لها ما بحياتك للمستقبل عم ربيهم. مش متل بباية ربيهم. أنا بربيهم غير شي. إنهم ما بحياتك. تعملي ساكرفيس لواحد شاب. بديك تبني مستقبلك انت وياه. وتحرمي حالك من الحياة كرماله. بيجي خالص واستقبله. وبتتجوزي. مش بديك تعملي ساكرفيس. يا بيعيشيك. يا ما تعملي قيمات كرماله. إنه بابي رح نظهر مرة بالجمحة. وبيت صغير. وسيارة مش ضروري. لأنه حرام عم بساعده طياع من مصر. لا لا لا. أنا ما بديها. أنا ما بديها. أنا غلطان يمكن. بس أنا ما بديها. أنا بتلما لنا شو الفتوى بلبنان. شو المنو تتعيشي. هايدي بتنجي من المنو. إنك تتعزب كرمال مين. مينو شو بيحرزه تتعزب كرماله. ما هيك هيك راح ما تكبره راح تنين يكون تصيره مثل الأخوي. ومنشين هيك. على القليلة يكون مرتاح ومريحك. ومثل ما أنا معايشك. فمنعنا نطلق استوديو سكرناه. فكرتوا بالأكاديمي. اي. اه. جانا على البيزنس. البيزنس. انت شكلينا على استوديو بزنس. البيزنس. أنا عملت بزنس بالموسيك. لحتى ما عوز حدا. بل لاشت أول شي غني مع غسان. يعني كان يفوت لي مصاري كل أسبوع كتير منيح. كنت على الوتي في جات على الجديد. على الجديد. ست سنين. وبعدين أعمل مسرحيات. مثلا مسرحيتي أنا ومن الحمبركات ببعلبك. ومن الحبي ما قتل. وكما على الأركة. كما قبل بألفين واثنين ثلاثة بالكازينو. هاني بععل قبل. يعني هاودي أنا عم بعملون إذا بتلاحزي. ما عايز حدا. بالعكس أنا عم بعايت حدا ييجي لعندي. انت أعطيه مصاري يشتغل عندي. أو ميشتغل معي. ميشتغل معي. سوري ميشتغل عندي. يشتغل معي. هلأ لما خلص غني مع غسان. أسيت ورا أنا بدي أرجع هايتني أوقع. إنو تلفن لهم مطلبين. ما بدي تلفن لهم. شو بدي أعمل؟ وأنا وبيي وخيي. قلما نسافر. إن كان بشانزاليزي إن كان بألمانيا إن كان بضباي إن كان بمصر. قلوا بلونا. إنتو نحنا مثلا خليجي. إنتو متعلمونش موسيقى في لبنان. نقولوا نحنا لا معنا مدرسة. لأنو لك هجملة. كذا يقلنا لو عنكم مدرسة. بس كنا حابين نجيب أولادنا يدرسوا بالأيوبي. ونحطن عندكم المعهد. يعني صرنا نقل إنو لبنان. يعني هودا العرب بيحبوا يجوا كاتوريس ويحطوا مصاري باللبنان. يعيدوا يعلموا أولادهم. طي يجوا لعنا على المعهد. لكن صار في استجاب لأن يعني عم نستجب ناس على لبنان كرمال المعهد طي يتعلموا. ولكن تعنا عملوا للمعهد. هلأ ما أقول إنو كرمال برها. كلهم هون اللبنانية. طبعا. بس اللبنانية أوقات بالصيفية اللي بيجوا شهران ط صار. هون. أي شيء مثلا بالسعودية أو بدباي. عندم موسيقى هون يعملوا. بيجوا لعنا بيعملوا لأولادهم. صح. حتى ما ينسوا هالصيفية شهران. يبيرجعوا بس. نحنا كمانا في شوية عرب وشوية لبنانية بالمهجر عم بيعملوا أونلاين باستراليا بميامي بفينزويلا وبدباي وبأوروبا. هودا إليل. بس نحنا الفكرة لما عملتها كان بي نقزين منا هو جاد. بالأثان واربعتاش لأنه بنسبة إلينا نحنا البزنس ما منعرف نعمله ومعون حق. وبدأ تفرغ كثير وبدأ مجد تتجهز المكان لكن المكان مثلا لكي استوديو تبعكم هل مش قودة مامو صفراء هيدا استوديو مشكلة أكوستيك وميكرويات وكذا كيف إذا بالأحرى طابق 400 متر بدنا نتعمل فيه عشر قود واستقبال وصالونات وتعمل فيه استوديو ومكاتب وحمامات ومطبخ مانا هيني كاميرات بنصور كل قودة لأن الأهالي قاعدين باللبي بالسالون بيشوف كل واحد وليده بكل قودة شو عم بيصير مش إنه هلأ ابني مش عم بعرف شو عم بيصير بالقودة وقدر يسمع ابنه شو عم بيصير مش بس يتفرج وقدر يسمع ويحبر وعنين نحنا ديكور بديك تعمليه يعني يفوت الإنسان يحس حوله مبسط بالقاعدة يعني الأهالي صاروا بيقولوننا قد ما حلو الجو والموسيقى اللي حطينا على سكرين بالتليفزيونيين بيقولوننا نحن نحن نمطر ولادنا عم نعمل شوية ريلاكس من لبنان بالمرة منش إن هيك أنا عملتها مية بالمية بلشت بالنقاش بلشت بتباية بلالفين وخمسة عشر بتتحنا منش إن هيك أنت لما تفوت إلي عنا وتشوف كيف الشغل يعني لما يكون واحد اسمه مثلا وفاق شديا عاملي مثلا معهد موسيقى هلأ إذن ليس ما انبسطت بيقولوا ما بيعرفوا مين صاحب بيقولوا ما عجبنا هالمعهد يمكن صاحبته اسمه وفاق شديا بس لما يقولوا ليسرح بيني ما عجبنا المعهد خطرة خطرة يعني أنا ويلي إنه أنا اسم بيسم بروداكت ليسرح بيني كتير قوي بيجذب ناس ويلي أنا ما أكون عادر الاسم فمنشان هيك صار عذابة دوبل يعني أنا اللي جاي لعندي مثل أنت عندي كولادك جايبتي ولي عندي حط الفلازات أكبادك عندي ومأمنتي لأنه أنا حط للي ماي باردي عندي بالرحبانة بديك تطلع بهالأمبريسيون من عندي مش بس تفوتي عندك هالأمبريسيون تظهري كمان بالأمبريسيون من الاجتماع اللي معي أول شي تشوفي واحد أصيل متل ما أنت متوقع يكون أصيل متل ما جاي هالباكراون تبع الرحباني براسك ولما يباليش يتمارس ابنتك عم تتعلم هون بعد ست سبعة أشهر تقول يا والله هن هودة الجماعة عم يعلموا أولادي وأولادي مبسوطين وعم يتقدموا متل ما نحنا مفكرين اسم الياس الرحباني لك شو صعبة هي كيف إذا ما نحافظ عليها من دوميل كنز نحصل لعشر سنين لدوميل فانتسانك بصنع عشر سنين مشين هيكي كاتتخير الله والناس كنفرع صحي كنا نحن ظنن صرنا نكبر لأنه في ناس ومرأنا نحنا بالكورونا ومرأنا بالثورة ومرأنا بالشريز بانكار بشريز بانكار يقول كفاينا لكن في مدارس قابلنا فاتحين إليهم ما رح أقول اسم كبير سكروا نحنا ما سكرنا لأنه الناس حبتنا لدرجة كاتتخير الله أنه عم نعطيهم سئة في سئة يخي وحيسين مش بلفة حتى الانلاين لما نعملوا نحنا أنا بس أم بعرف أوليدي بالمدرسة بلفة الانلاين لأنه بيكونوا أربعين تلميذ عشاشة مثلها التلميذ المعالمي شو بدأت لحق بس نحنا الانلاين one to one يعني وفاق قعد ببيتيك فتحي هالواتساب كولت أشوف دق بيانو لأ وفاق جلسة يديك مش مزبوطة أنا فاضيلك لأن أنت وحدة كأنك قعد معي مش بلفة لما تقعد معي نفس الشي والانلاين نفس الشي دالتوا للبالامند أعملتوا افتتاح من جماعتين تاتي نحنا صار عنا تباية وكتر خير قدرنا نعمل السوديكو خي بعدين ترابلوس وهلأ البالامند هلأ في مشروع بعبدة الخامس حلو كتير هلأ البالامند ناس بتفكر أنه أنا خلاص تعب غسام سلم لحده لا أنه بالامند خلاص لا ما خلاص كتير كبيري البالامند بفتكر اكتفى أنه بقى طموحي هلأ أقول لك أنه ما بيسو يحلم كتير الإنسان هلأ تعرفي بالبزنس مش هيك قصدي ما يحلم أنه يزبط البنان كتير بس أنا أحلامي يا حي عم بعملها للآخر ممنوع الإنسان ما يحلم أقول لك أنه الحلم ما تفهميني غلط إذا ما حلم بابا يعني بقى البالامند يكون الإنسان ميت ولو أنه عم يمشي على أجر تاني ممنوع وصورتو أحلام اليقظة يعني مزموط بقى البالامند هي هلأ ريسنت اللي فتتحنا والحلو بالبالامند أنه نحنا فتحنا بقلب الجامعة وعملنا هيدا ما بتصير بغير فروعة الحلو هونيك كمان أنه التلميذي الجامعة اللي عم بيعملوا حيالله ميجر المهندس عم بيعمل جرافيك ديزاين عم بيعمل شو مكان هو عنده بالنقط طبعه بالموين تيطلع ينجح بيقولوله بدك تعمل شي برات الدرس يعني بتنقل بيمبون سبور بتصباحة رسم تمثيل تمثيل هلأ زيدونه الموسيقى والمغنى شان ميزيك هوده مثلا بيعملوا عشر نقط مثلا حيالله إذا بديوا عمل مثلا سباحة بتزدله عشر نقط بس أنت يا تلميذ سأل عندك مروحة كبيرة تنقل شو بدك تعمل والناس أكتريتهم بيحبوا يعملوا موسيقى وغنى فعبينقوا المانجر تبعنا وهذا بيزدلهم علامات على التخرج تبعهم هادي اللقطة منيحة إلى جانب هاي بكل فروعة إنه شهاداتنا مصدق ووزات التربية لما توصلي على البكالوريا وصار عنا كتير مصدقين ومعلقين ومش حكي في ناس وصلوا على البكالوريا ليه مش من برا مسلا لأنه نمتعرف لأ من عايز أنا أصلي صرح باني نعم بلأ بس كتصديق شهادات يعني الوزار التربية ونت عيدر من أكاديمي براني أبس لي صرح باني يعني هايدي مثلا لما يكون واحد فاتح مثلا تنحسوا تنحسوا مثلا جاك طراباي فاتح معها طيب الناس ما عندهم مصدقية منوجه هكتر رواي لا لا ما أنا رايحة رحت عا إنه دولة ومؤسسات وراحة الدولة لا لا ما في مؤسسات تربية ومتربية وصفاءات وفساد هلأ بنسى هلأ بنسى روقي روقي لا عمش رسك أنت لاحظاش رسك أنت ونسى قد ما عندي أفكار بدي بنسى بدي إلي شغلي بدك تحكي عن الوزارة التربية والدولة إذا في دولة أو لا بس خليني إليك قابل عن ال طبق معنا وقت كتير المعهد تبعنا لما يكون اسمه مثلا بيت مما كان يلو جاكت طب هاودي الناس يقولوا يلو جاكت عطاني بكالوريا مينو يلو جاكت مجبور يروح يعمل جملاج مع مدرسة بإيطاليا بس لما تقولي الياس رح باني عطاكي منا بحاجة لبرة صحيح والدولة لك فاجأ بلولي الدولة ما في دولة تربية فأزن بنا وزارة التربية لا أنا بقدر بنا وزارة التربية قلت له بوقتها لك يا بتعطوني أنا مشروع إنون بتصدق فيه مجلس وزارة إنه قدر أعطي أنا يا ما رح عمل المعهد قال لي بتكرم عينك بس نحن بدنا نشوف شو بدنا نعلمك موسيقى قال لي نحن ممنعت المدارس هاوديك لأن ما منعرف شو بيعلمه بس أنت أنت بتعلمنا أكيد رح نضيلك عليه يعني أنت بتعرف شغلتك بس أنا من خاف نغطي غير مدارس بقى أنت من نسبة للدولة أو ما في دولة فجأة بقولوا ما في دولة فجأة مثلا لكي هلأ العصابة تبعوا التيك توك صارت المشعبة المخاورات عم تلحقهم على المطار عم توقفهم عبيبت يعني فجأة في ديما بقول فجأة في دولة وقت اللي بدا وفي نحن ما هي قرارت جاي إليك ونعنا الأمن توافقي إذا متفقين الزعمة بتصير تص تمشي بالليل لحالك بنت بالليل ما حدا بدأ فيك وإذا مش متفقين ما فيك تظهري من بيتك أنت ناسي تحكي بموضوع أنا رفيقة لا الكومنت ما بتحب كومنت هاي دي فلسفة كبيرة هاي فلسفة كبيرة لازم تنلغى الدنيا عم تفوت عجهنم من ناحية المنصات والسوشال ميديا السوشال ميديا خربين سرطان كبير صار كل واحد مريض معقد بيعطي رأيه فيك أنا ضد أنا ديكتاتوري أنا مش مع الديبلوميسية أنا مع الحكمة العسكري أنا أني آدمة والآدمة ما بيخاف من شي أنا زلمة مش مع الرأي الآخر ومش مع الحقوق الإنسان ومش مع اليوان كله كذب من هالمنطلق إنه إيه لأ إله حق لا ما إله حق يأعطي رأيه فيه مين هو هو يأعطي رأيه فيه من زمان كنا عايشين قبل السوشال ميديا كنت أنت تحكي على الإزاعة وإذا أنت ما عايش بوحدها حقيقي كنت يقتصر مسبته على البيت يعني بيسب ببيته بيسبة الوفاء ببيته بس مش ضروري كالواحد يسيبني يصلي إلي المسبة شو هالموضة هاي هلأ أننا تعودناه لأنه طبيعية لا مش طبيعية أبداً هاي بدي توقف وأنا بدي أحربها متما عربت الفاكسان وما عملته ويقرقوا علي كلهم بس ما أنت ما عملته ما عملته أنت ما عملته أنا أولادي ما عملني أنا شاستفلوا الناس بس أنا الراحل ليس رحباني ما عمله لا فهمت الله يرحم ما خاص أنا ما عملك إنه بيموت أو ما بيموت بس إذا أنت عيشي معقول تموتي وأنا معقول موت إذا ما عملته بس إذا أنت هلأ عيشي وما عملته شي وإذا هلأ أنت يعني إذا ماتنا عيشي وعملته شي بس لاحظة بس تاكي تاكي لأ لحظة أنا بنسى بنزمين كني يقولوا أنه أنت حمار مع مثل الفاكسان لأنه هيدا في شعلي مدروسة وكلهم مشوا مثل قطيع أنا مش قطيع أنا ليدر براسي والدليل هلأ أسرى زينيكا وغير أنه حصارو بنحبوسة بس إيه بس لحظة صغيرة لحظة غصان بقولوا هلأ اللي بيسمعك عم بتقول من أول مؤابة اللي بتقول لي ما روء علي أنا بنسى روء علي أنا بنسى عرضا عم بيقولوا عم بيقولوا أنه هيدا من وراء الفاكسان عم ننسى إنتا مش أخد فأصلا البرهان اللي كبير إنه مش من وراء الفاكسان لأنه غصان مش أخد لأ لأنه غصان مش أخد فاكسان وعم بينسى لا أنا بنسى بس أنا بكون عم بيحكي حديث والأفكار عادة بس كيف مثلا في عجقة هيك أفكار روح بعد إذا بتقطشيني بيروح الإيلان طيب قولي بس أنا معتهمت حدا إنه بالفاكسان نسيين يمكن لكن يمكن في كتير عم يموتوا بتشوفي فجأة مقلة معنى له بالقلب فجأة بيموت بأشياء غريبة أنا بقول مش يمكن مش من الفاكسان ويمكن في إشي جديدي عم بتتقطع العالم مش بس سرطان في إشي جديدي بقول بقولولي بعده شاب ليش مات بقولي مات من وراء شي غريب صار في مرد مش القلب ودبحة فيش إشي غريبة عم بتصير يمكن الفيروس اللي الجو والتلوص والتعتير وشو اسمه يعني من وراء طلوص ما حدا بيعرف عالك يعني أنا بقولولي مثلا ما تيكر بوب كورن طبعا المايكرو ويف طب ما المعلبات الآن سؤال قبل ما ما أنسى قبل ما يخلص الوقت غسان سالم شو كم ألبوم صار عيني مثلا غسان سالم اللي يفوتوا على استوديو محبب على قلبنا لا لأنه أول شي أول شي أيدما أكيد أيدما وأكيد إنساني لالآخر يكون وأكيد محب ها أكيد بس أنه كفي لك ايه وصوته بيعرف يقدم رتب عستيل خوليو يعني رتب وما بيناس وعنده الخيمة تابعه أنت بتعرف إنه صوته حلو من أجمل الأصوات غسان سالم بس تانكيو كثير أصوات مش عم بيحكي عن غسان في كثير أصوات بتخون بالحكة بتاخد العقل هالصوت الجراف الحلو وبالغنى صوته بعيد عنده انتو جاوبك ايه مش غسان انت بتصدقيني إنه أنا بفهم بالأصوات ولا لا شغلت ولا لا طبعا تقع علقني لكن قبل معكي خدي مني شو عم بقلك غسان سالم من صوته نبيشبه الفويس أوفر ولا ما يغني بيشبه بعضهم اسمعي صوته ما يغني شو تخين وبعدين الأغنين الأغنين تابعه قلتلك ستيل خليه مش مطلوب يطرب يعني مش مطلوب يطرب ما يغني وسلا واحد مثلا قالوه حياتي ليش عمل لها كلام بيت على قد هيدا شو ها هيدا وين يطرب طبعا عم بغنيها مظبوط هيدا ستيله فيه إحساس آه فيه إحساس بغنائه المهن الأغنين كلهم إحساس طبعا بيه غنيهم مثل ما لازم أغنين بيك أحساس مثل ما لازم غنيهم بس هو وعم بيقدي فيه إحساس آه فيه إحساس بيوصل لكن صوته تخينه عم بيوصل لإحساس وزالم مثل ما لنا لبق ومهزب و بزيت الوقت فيلسوف بس ما بيبينها اللي بيعرفه بيعرف ده إزاكي من جو لأ زالم مسقف أكيد غسان ما بيمرقش إليه بيقرق عكتير قصص بس لحظة صغيرة هيدا كمان مش عم بيحكي عن غسان عم بيحكي بشكل عام حكيتك عن صوته لأ حكيتني عن صوته بس بالأول قلت اللي إيه دم حال تعرفي لا لأنه هودا بس هودا ببقى موجودين بأعرف بس عادة بس ببقى عم بتقول هيك تبلش بهاك يعني يخي يعطي خالتك إذا آدمي ومحبه هيك بس أنه إيه إيه جاوزوا بنتك أو عطي خالتك أو جاوزوا خالتك هذا الأجزام ما بينطبق علي إيه لا ما بينطبق علي أنا أكيد ما ما بينطبق علي بليك لاش هودا الأجكتيف حكي لكم بالأول إنه هودا ما بقى عم لقيهم بس هروا هودا إنه نتلع منحكي عن السوشي ميدي لأ أنت ما كنت موجود بالكازينو لا أنا كنت بدلت سأليه لأله كنت عم بقدم أنا مية شهادة حفلة لتلميذي شو بتعرف إذا ما جيت الأهل شو بيصير وتلميذي شو بيصير أحباط مصبوط بس هيدا فيه ألبوم على الطريق ما تبلش تبرمها يا عمي ما عم ببرو بس طريفية لأ شو عم بخبع لك باب سيلونات طبع فيك لا أنه أنه مش لا تسألينك سؤال تيني عم بقلك فيه ألبوم على الطريق لغسان ما بعض تتكر خلصو يلي عطيهم بي عطيهم فيه سأل سؤال فيه حشرية ولو سألتوا لغسان بجاوبنا يعني غسان صاري أنا مصرع على غسان صاري سألتك فيه شي أنتوية شوفي أنا وية أنا مغرومي أنا 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 أستألك خبريني مغرومي ببعضنا لا عن جد بيكف أنه يتصل غسان ويقول أنا سوف بأول ألبوم سوف أغني لياسر رحباني قلت له أوكي غني من دون دفع من دون شي لا عم بيدفع آه عم بيدفع آه أوكي لا حرام بيدفع لديك سؤال أنه هل عم نحكي عنه سأل معقول أنه بي يقبل وجاد يقبل يشتغله هو ما عنده صوت أنا ولا وسألي حالي سؤال أنا ما قلت من آخره المكتوب من عنوانه أنه بدنا نقول أنه بس آدم بالعالم الزالم بالستيل اللي عم بيعمله كتير عم بيغني مظبوط وأنه هو ما بيحب يغني طرب ومش كل إنسان بيغني منيح لازم يغني طرب ما أنا عندي بالمعهد عندي عندي غنى طرب شرق وشرق لايت شرق لايت وغربة وأوبرا هيك الدنيا مقصومة غسان رحباني انتهى الوقت أنا بدي أشكرك أنا كتير بحبك تير بحترماك وإن شاء الله من فرع لفرع 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 وإن شاء الله فروعة هالأكاديميي هذه شغلة تعملها وأنا حاطت كل تقلي لأنا كل تقلي حاطتها لأنا كل تقلي يعني أنا حاطتها بكل وعي وبكل محبة هيدا تقلي هون الله يوفق لأنه أنا من فتحها مدرسة أغلق سجنا صحيح هيدا بيكفينا بقى الفن غلط صح الله يوفقكم مرسي مستمعي الكرام لهم نوصى لختم نجوم الظهر مشاهدي فيسبوك لبنى الحر شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء شكرا لحسن المتابعة شكرا لحسن المتابعة